العودة السهام خريجة طبيبة خريجة كلية الطب والصيدلة بأقادير أنت من الفوج الأول الذي ولجته الكلية ودرسته سنوات سنوات دراسة الجامعية الطبية بهذه الكلية طيلت مدة 7 سنوات ويوم 27 دو جنبر 2023 تكلل هذا المسار الدراسي بتتويجي بصفة طبيبة بعدما نقشت طروحتي وأديت القسم الطبي أمام لجنة المناقشة وهذا اختيار هذا الموضوع موضوع فيه كذلك تخليد وتكريم الأطباء الأجلة الذين سبقوننا الأجداد دينا الأطباء المغاربة الأطباء الأندلسيون الذين أعطوا الكثير في سبيل تطور هذا العلم هذا وفي سبيل الإشاعة جاله وليس فقط بما أنهم أسلافونة أو بما أنهم مغاربة أو أندلسيون أو نظرا لي الخصوصية المحلية التي تميز التي تميز الجامعة الجامعة تكن ابن ظهر جامعة تحمل اسمها الطبيب هذا وهذه أول أطروحة أطروحة التي تحمل تحمل رقم 01-2023 فأول أطروحة بالكلية ارتقى العميد أنها تكون عن ابن ظهر عن هذا الطبيب الذي تحمل الجامعة اسمها فبتالي هذا تكريم لهذه الشخصية هذه ولما أعطت هو تكريم كذلك لتراث الحضاري والتراث الإنساني قبل أن نتكلم على الخصوصية المحلية كيفما قلت لأن هذا الطبيب جاء بنقلة نوعية إذا أردنا أن نقول هو عاش في القرنين 11-12 قبل منه كان ابن سينا كان زهراوي في عهده كان ابن روش وكانوا بزاف الأطباء آخرين إلا أنهم كانوا أطباء عرفة أنا ذكى عن الطبيب أنه كان طبيب موسوعي فطبيب كان يشغل بالفلسفة كان يشغل بالفلك يشغل بالقضاء بالفقه وغيرها بنظهر كان وجه الاختلاف الذي جاء به أنه كان طبيبا في حزب شغل بالطبي فقط درس مجموعة من العلوم لكن كأساسيات فقط رأى أنه كرس سنوات الخبرة الطويلة جالو سنوات الدراسة والتعليم والتأليف كلها للطب كان طب سريري الذي جعل منه أساس كوين طبيب جيد وعنده في هذا الباب هذا مجموعة من الإنجازات التي خصصنا فصول الأطروح تزالنا بس منقصوها بالنسبة لخصية الموضوع باللغة العربية فكان اقترحته عمادة الكلية باللغة العربية في البداية ونحنا اخترناه باللغة التي طلبته العمادة من بين جميع المواضيع المقترحة في حقيقة السؤال نظن أنه يجب أن يطرح بصيغة عكسية لما نختار لغة غير اللغة العربية لأن اللغة العربية اللغة التي تحدث بها بنظور التي درس بها التي درس وألف بها جميع كتب والطبية الكتب والمخطوطات التي اشتغلنا عليها بالخزانة الحسنية وبالمكتبة الوطنية المملكة المغربية شرحناها باللغة العربية كذلك هناك مغالطة تنضوي عليها طريقة طرح هذا السؤال وكأننا نقول بأن اللغة العربية لا تستوعب العلوم بشكل عام ولا تستوعب العلوم طبية بالعكس هناك أساس لتدريس العلوم باللغة العربية وتأليف كتب طبية باللغة العربية جميع المصطلحات الطبية موجودة باللغة العربية حتى أن هناك دول أو بلدان تدرس طب اللغة العربية كسوريا مثلا المنهج الطبي كله باللغة العربية فاللغة كانت مساعدة جدا ربما رصدنا اختلاف ما بين اللغة الطبية آنذاك والمصطلح الطبية اليوم وهو مسألة عادية في جميع اللغات بالإنجليزية بباقي اللغات فبالتالي الصعوبة كانت تحقق في المصادر هناك صعوبة الولوج للمصادر على قلتها موروط ابن ظهر دعا منه الكثير لم تصن منه المكتبات إلا كتبان ومخطوطات قليلة لم يتم تنقيحها وتحقيقها كلها الكتابات في هذا الباب والأطروحات والكتب المنجزة خصوصا من طرف أطباء تموا بالمنهج العلمي وبتفسيرها تفسيرا طبيا ممنهجا هي قليلة جدا هناك أطباء يذكرون على رؤوس الأصابع بالتالي من هنا جاءت الفكرة أننا استفيد في شرح في هذا الباب ونقدم إضافة لما سبقنا إليه أسلافنا من الأطباء جاء بنظهر بالعديد من التقنيات لازلت تستعمل في عصرنا الحالي قام بتجربة على حيوان الماعز فقام بشق قصبة الهوائية وهي تقنية لازلت مستعملة إلى غيس عصرنا الحالي يوثق في كتابه كتاب تيسير وهو أبرز مؤلفاتي كتاب تيسير في المداوة والتدبير بأنه أول من قام بهذه العملية ولم يحضر شخصا قام بها من قبل جاء كذلك بتقنيات أنبوب التخذية الفمائدي التي يستعملها أو يعتمدها الطبيب حاليا كعلاج تلطيفي للمرضى غير قادرين على تناول الطعام وعلى بلعه وهضمه في مجموعة من الأمراض كالأمراض العصبية وغيرها جاء كذلك قام بتحليل السائل الذي يكون بين تنايا غشاء القلب في المرض الذي يسمى بمرض التهاب التامر وهو التهاب الغشاء المحيط بالقلب يسمى التامر في شقيه الحاد والمزمن بوصفه بطريقة دقيقة جدا تجعلنا تجعلنا نقول بأنه مارس تشريح على جثث مرضى عانوا من مرض التهاب التامر دعا كذلك إلى تألف الطبي والتوثيق أثناء استجنه بمدينة مراكوش عشام بين المغرب والأندلوس واتقى العديد من الحالات المرضية بكل العدوتين قام بتوثيق المجاعة التي عانى منها سكينة أهل مراكوش سنة 1146 والأمراض الصحية نتجة عن هذا النظام الغذائي غير المتوازن بالنسبة للموضوع بعد المناقشة جاءت مجموعة من التعالق لماذا؟ اعتبرنا بحثنا عبارة عن دراسة حليلية من البداية عندما يسمع من حضر أطروحة أن هناك أطروحة عن ابن ظهر الطبيب فهو يتخيل أنها أطروحة كلاسيكية تتحدث عن أو تسرد سيرة ذاتية لهذا الطبيب حقيقة لا، تمت مناقشة أو تم شغلنا على هذه الأطروحة هذه وفق منهج علمي أكاديمي طبي بحث فبالتالي ناقشنا الإنجازات هذا الطبيب واللي بالمناسبة هو طبيب سليل أسرة عريقة في المجال الطبي كان طبيباً والده كان طبيباً شهيراً جده كذلك مجموعة من الأحفاد والأبناء أدجاله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة